مشاهدين بعدما يقرب من عقدين على انسحابها من غزة تسعى إسرائيل لإعادة السيطرة على الشريط الحدودي بين جنبي القطاع ومصر والمعروف بمحور فلادلفي أو محور صلاح الدين لكن ما هي تأثيرات هذه الخطوة؟ يعيش في رفح حالياً مليون وسبعمائة ألف نازح وفق تقديرات أممية وهذا يشكل أكثر من نصف تعداد سكان القطاع كما أن مساحة رفح لا تزيد عن 32 كم مربعاً من إجمالي مساحة القطاع البالغ 365 كم مربعاً وبذلك أصبحت مدينة رفح أكبر تجمع للنازحين بعد أن صنفها الجيش الإسرائيلي ملاذاً آمناً للفلسطينيين من العمليات العسكرية لكنه اليوم يلوح بتحويل عملياته نحوها رغم أن مصر أكدت رفضها السماح للجيش الإسرائيلي باجتياح الحدود واصفة الأمر بالاعتداء على الأمن القومي المصري ونفت القاهرة مؤخراً الترويج الإسرائيلي لنقل معبر رفح إلى المثلث الحدودي في منطقة كرم أبو سالم على الحدود المصرية الإسرائيلية حيث تسعى هنا تل أبيب لاستعادة سيطرتها الأمنية على محور فلادلفي الذي تخلت عنه عام 2005 ومحور فلادلفي أو صلاح الدين عبارة عن شريط أرضي ضيق لا يتعدى عرضه مئات الأمتار ويصل طوله إلى 14 كيلو متراً و500 متر ويقع على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة ويمتد من البحر الأبيض المتوسط وصولاً إلى معبر كرم أبو سالم التجاري ثلاثي الاتجاهات بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة كما أنه يقع بالكامل في المنطقة منزوعة السلاح جيم التي نصت عليها المعاهدة بين مصر وإسرائيل عام 1979 وقبل عامين من انسحاب إسرائيل أقيم جدار من الأسمنت والمعدن بطول سبعة كيلو مترات وبعلو ثمانية أمتار لعزل قسمي مدينة رفح وفي نوفمبر 2005 وقعت إسرائيل مع السلطة الفلسطينية اتفاقية المعابر لتنظيم حركة المرور من ضمنها معبر رفح الذي يربط مصر بغزة ويرى خبراء عسكريون إسرائيليون أن الهدف من تحرك الجيش الإسرائيلي باتجاه محور فلادلف هو فصل غزة عن صحراء سيناء ومصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر